السلام عليكم في هذا الفيديو سأريكم طريقة قفل التطبيقات في سامسونج بدون برامج وبطريقة آمنة قم بالتوجه معي إلى سيتينج أو الإعدادات الخاصة بك ثم بعد ذلك انزل إلى الأسفل قليلا حتى تجد سيكوريتي هنا قم بالضغط عليها بعد ذلك قم بالنزول هنا قليلا واضغط على سكور فولدر وقبل أن نستمر أنصحك بأن لا تقوم بتتبيت أي تطبيق لقفل التطبيقات فهي غير آمنة 100% لذلك أنا أشرح لك في هذا الفيديو الطريقة الآمنة والمدعومة من سامسونج بنفسه قم بالمتابعة بالضغط من هنا على موافق بعد ذلك يجب عليك هنا إدخال البريدة الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر أو إنشاء حساب الضغط على إنشاء حساب من هنا إن لم يكن لديك حساب أو المتابعة مع جوجل أنا سأضغط من هنا على المتابعة مع جوجل ثم سأختار الحساب الخاص بي من هنا بعد ذلك سأقول له متابعة لأن هذه الطريقة آمنة ومن سامسونج ثم سأضغط من هنا على سامح كما قلت لكم لأن الطريقة آمنة ومن مدعومة من سامسونج كما تشاهدون يقول لي أهلا بك في سامسونج سأقوم بالتعليم على جميع هذه البنود والسياسات وشروط سامسونج ثم سأضغط من هنا على موافق أو اضغط فقط من هنا على الموافقة على الكل بعد ذلك تابع بالضغط على موافق هنا يقول لي أدخل رقم الهاتف سأقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بي هنا اختار الدولة أولا هو يختار البلد الخاص بك أوتوماتيكيا لكن إذا كان هناك أي خطأ يمكنك اختيار البلد الخاص بك من هنا بعد ذلك قم مباشرة بكتابة الرقم ثم اضغط من هنا على إرسال رمز التحقق الآن لقد وصل رمز التحقق قم بإدخاله هنا ثم اضغط من هنا على تحقق يقول لي الحسابات التي تم إنشاؤها والمتصلة قم بالضغط من هنا على موافق الآن جاري إنشاء المجلد الآمن ننتظر ريثما ينتهي من إنشاء هذا المجلد ولا تنسى وضع لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد الآن لقد تم إنشاء المجلد الآمن الخاص بنا من هنا يقول لي حدد نوع قفل لحماية تطبيقاتك وميلفاتك الخاصة هنا إما اختر نمط أو بين أو كلمة المرور حسب أنت اختيارك هنا يقول لي أضف المقاييس الحيوية كطريقة أخرى بمعنى أنه إذا نسيت أحد هذه الرموز التي ستنشئها يمكنك فتح التطبيقات عن طريق بصمات الأصابع أو بصمة العين أنا أنصحك باستخدام بصمات الأصابع بدل بصمات العين يقول لي هنا مباشرة أدخل الرمز الخاص بالشاشة الخاص بك الذي أنشأته فإذا كنت قد أنشأت نمط لهاتفك قم بإدخاله أولا بعد ذلك يقول لك قم بوضع إسبوعك على مكان البصمة كما تشاهدون يقول لي تم ضبط بـ 26% سأعيد مرة أخرى كما تشاهدون الآن لقد قمت بوضع البصمة بالكامل بعد ذلك قم بالضغط من هنا على دون ثم انقر على التالي الآن يجب عليك وضع النمط الخاص بك للدخول إلى التطبيقات سأضع هذا النمط التجريبي ثم سأضغط على متابعة بعد ذلك سأؤكد هذا النمط ثم سأضغط على تأكيد الآن لقد تم إنشاء المجلد الخاص بنا ولقد وضع هذه التطبيقات تلقائيا في المجلد الآمن لأنها تطبيقات حساسة لإضافة المزيد من التطبيقات قم بالضغط من هنا على إضافة التطبيقات على متزائد ثم بعد ذلك اختار من هنا التطبيقات التي تريد قفلها مثلا أنا سأقوم بوضع اليوتيوب كذلك ماسنجر كذلك الفيسبوك والتيك توك من هنا ثم بعد تحديد التطبيقات التي تريد قفلها قم بالضغط من هنا على إضافة كما تشاهدون الآن لقد أضاف التطبيقات التي حددت قفلها بعد تحديدك للتطبيقات هنا قم بالضغط على ثلاث نقاط الموجودة بالأعلى بعد ذلك اضغط على الضبط ثم قفل المجلد الآمن تلقائيا هنا قم بجعله فورا بمعنى أنه فور خروجك من هذا التطبيق سيتم قفله وليس هنا عند إيقاف تشغيل الشاشة بعد ذلك قم الآن بالخروج من هنا الآن عزائي المشاهدين قم بالبحث عن المجلد الآمن ستجده هنا سأقوم بجعله في القائمة الرئيسية هنا الآن ماذا حدث إذا دخلت إلى الفيسبوك الذي قمت بتأمينه الآن إذا دخلت إليه سيفتح معي الفيسبوك بدون إدخال أي كلمة أسر ستقول لي لماذا الآن لقد أنشأنا المجلد وأضفنا الفيسبوك مع تلك التطبيقات وقفلها إذا دخلت إلى المجلد الآمن ستفهم ماذا سأقول لك قم بإدخال الرمز الذي أنشأته وستجد هنا الفيسبوك إذا دخلت إلى الفيسبوك من هنا كما تشاهدون يقول لي سجل الدخول إلى الفيسبوك بمعنى أنك إذا قمت بتسجيل الدخول إلى الفيسبوك عن طريق المجلد الآمن فسيتم قفل المعلومات الخاصة بك التي سجلت الدخول إليها من المجلد الآمن وليس من هنا من القائمة الرئيسية لذلك إذا دخلنا إلى المجلد الآمن مرة أخرى على هذا الشكل ودخلنا مثلا إلى الستوديو استوديو الصور وما إلى ذلك سيقول لي ما من صور أو مقاطع فيديو لأنني كما قلت لكم هذا المجلد الآمن الذي أنشأته وكأنني أنشأته هاتف منفصل عن الهاتف الخاص بي لذلك أي شيء أريد تصويره أو تنزيله في المجلد الآمن سأدخل من هنا على الكاميرا وأقوم بالتقاط أي صورة وسألقى هذه الصورة موجودة هنا كما تشاهدون هنا جميع التطبيقات التي قمت بقفلها فهي تطبيقات تعتبر تطبيقات جديدة مثلا إذا دخلت إلى المسنجر سيقول لي سجل الدخول لذلك قم بتجيل الدخول وهكذا سيتم فتح المسنجر الخاص بك وسيتم حمايته عن طريق كلمة السر التي أنشأناها وإلى هنا عزائي المشاهدين لكم قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بإعجاب واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد